لديه مباراة توادي دجلة مباراة ان شاء الله بكرة الساعة سبعة ونص على استاد السلام هي مباراة توادي دجلة الاهلي ان شاء الله غدا هيكون ضيف على نادي وادي دجلة على ملعب السلام في المباراة المقرر اقامتها الساعة السابعة والنصف تدريب الاهلي بدأ الساعة اربعة العصر النهاردة على ملعب مختار التيتش في ختام الاستعداد لهذه المواجهة اللي بتقام ضمن منافسات الجولة السبعة للدور العام عقب نهاية المران اللي أعتقد خلال يعني ممكن خلال نص ساعة أو خلال لحظات هينتهي المران فيلر هيعلن القيمة الأساسية اللي ممكن إن شاء الله يستعين بيها في مباراة تدجلة غدا إن شاء الله وفايلر والجهاز المعاون بيقفوا على آخر التفاصيل الخاصة بهذه المباراة والمدير الفني عنده جلسات مع المعاونين للتحضير للمباراة سواء من الناحية البدنية أو من الناحية الفنية ليلة المباراة معروف دايما أن التدريب بيكون تدريب بدني خفيف لأن خلاص أنت خلال الـ 72 ساعة الماضية بعد مباراة الهلال السوداني أغلقت صفحة المشوار الإفريقي بدأت تركز مباراة الدولي بتشوف جهازية اللعيبة بعد مباراة الهلال مين محتاج وقت أكتر للاستشفى والجهازية مين محتاج يكون موجود في هذه المباراة من ناحية الفنية وأداء المنافس معايا مين ممكن من لعبتي يكون جاهز إن أنا أقدر أدخل به هذه المباراة لتطبيق فكر معين أنا عايز أطبقه في هذه المباراة ده بيتم من خلال بقى محاضرات فيديو بيعقدها ريني فيلر مع اللعيبة في حضور الجهاز المعاون بتبقى دايما هذه المحاضرات عبارة عن هايلايتس لشرح نقاط القوة والضعف في الفري المنافس والتعليمات الفنية اللي من خلالها أقدر أقول لعبتي ألعب إزاي واجهز إزاي لمباراة وادي دجلة في لعبين مصابين في التوقيت الحالي بالتأكيد دكتور خالد محمود بيتابع حالتهم في الفترة الحالية عايزين نأكد على الجزئة مهمة جدا إن شاء الله خلال أسبوع وعشر تيامب كتير محمود متولي وكريم ندفت بإذن الله هيكونوا جاهزين وموجودين في التدريبات الجماعية علي معلول عاقب مباراة وادي دجلة هينتظم في التدريبات الجماعية ودي أخبار مفرحة إن شاء الله بالنسبة للجماهير في الفترة القادمة عشان اجتمال الصفوف حمد فتح ومحمد محمود لسه عندهم مساحة وقت شوية للأسف هيكونوا بعاد شوية عن المباراة والتدريبات في التوقيت الحالي